دعا رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس إلى اجتماعا اليوم في مدينة بوغانوب غربي البلد وذلك لتعزيز الشرعية وجود قواته بالمنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب ويعتزم ماكرون خلال الاجتماع حض الحلفاء الأوروبيين على المشاركة في أنشطة مواجهة الإرهاب بالمنطقة ويشارك في القمة التي تعقد مساء اليوم رؤساء دول المجموعة تشاد ونيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل هاتفيا من فرنسا لمزيد من التفاصيل تنظم إلينا دكتورة جهان جاد وعضو المجلس الحي بذرساي أهلا بك دكتورة جهان على شاشة أكسترا نيوز مرة أخرى يعني برأيك ما المخرجات التي نتوقعها من الاجتماع الذي دعا إليه إمانويل ماكرون أهلا بحياتك فرنسا والسادة المشاهدين والحقيقة طبعا بعد كثرة الضربات التي لحقت بفرنسا من العمليات الإرهابية الأخيرة يمكن هذا هو الدافع الأساسي لمحاربة الجهاديين من قبل فرنسا وتعزيز قواتها على حدود يعني يمكن هذه الدول الخامس في الساحل الإفريقي فطبعا الحقيقة يعني هو الموضوع شائج جدا خاصة بأن هناك قوات بالفعل فرنسية منتشرة حول حدود يمكن يعني بيروح ضحيتها العديد من الجنود الفرنسيين هنا طبعا من قبل الجهديين فكان لابد أن يقوم مكروم بهذا الاجتماع أو أنه يلتقي برؤساء هؤلاء الدول حتى يضعوا الخصة المتقبلية للقضاء على هؤلاء الجهاديين بشكل أو بآخر لأن الحقيقة هو الوضع صعب جدا في فرنسا وليس فقط في فرنسا يمكن الجهاديين يتسللون إلى جميع الدول يمكن بالفترة الأخيرة راحثنا أيضا العديد من الجهاديين الذين يتسللون إلى ليبيا بدعم أو بآخر من دول مثل تركيا وخلافه فطبعا هذا يشكل خطورة كبيرة جدا جدا على معظم الدول التي فعلا تريد أن تعيش في خلامه فهذا الإطار اليوم أعتقد أنه سوف يتم الحوار والحديث عن إذا أولا إذا ما دعمت فرنسا قواتها وعززتها في هذه الأماكن وبالخلاف أيضا أن لابد لأنه الحقيقة فرنسا ليس مرغوب فيها من تشارق قوى العسكرية في مالي يمكن على الأخص وهذا السؤال يعني دكتورة جيهان إلى أي مدى يمكن أن ينتج عن هذا الاجتماع ربما إضفاء شرعية على الوجود الفرنسي في هذه المنطقة دي حقيقة فعلا هو يمكن بعد تكرر هذه الهجمات يعني الحقيقة فرنسا تحاول بقدر المستطاع محاربة هؤلاء عن طريق الذين يتسللون إلى فرنسا ويسللون إلى الدول الأخرى عن طريق المنافس أو الحدود فطبعا يعني للأسى شديد بعد العمليات يمكن استشهاد أكثر من 11 جندي فرنسي أيضا في منطقة مالي وفي خلافه في الفترة الماضية كان يمكن هو ده السبب الأساسي يمكن أيضا في مالي يرفضون القوى العسكرية الفرنسية لكن الحقيقة لابد أن يصلوا إلى حل وسط بحيث أنه سواء تعزز القوات الفرنسية وتكسف جهودها لمحاربة هؤلاء أو سواء يعني يطرح مسلسل آخر أو سيناريو آخر لحل تلك الأزمة يمكن ليس فقط لبلدة أو بأخرى لابد أن الدول الخمسية تكاتفون جيدا لأن أعتقد أنه ليس من المتحدة أبدا أن يكون دولة على وجه الأرض تريد أن تعيش في هذا الخطر طيب دكتورة جيهان يعني ذكرت سيناريو آخر برأيك ما السيناريوهات المطروحة في هذا الصدد؟ السيناريوهات المطروحة في هذا الصدد أعتقد أنه يمكن هنا وأنا أعتقد أنه يعني في الأهم قد تكسف بالفعل فرنسا جهودها في هذه المنطقة إذا لم يعني الأسف يخرجونا بنطائج معينة فأنا أعتقد أن الوضع سوف يحصل يعني يحدث بلبلة كبيرة جدا في هذه المراضي لذلك يدعو مصر جميع الدول بالاتفاف حولوا في أخذ هذا القرار ليس فقط من أجل حماية الحدود الفرنسية ولكن أيضا لحماية العديد من الدول المجاورة من خطر هؤلاء الإرهابيين فأعتقد أن الدعم العالمي أيضا من قبل الأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه يعني سوف يدعمون مصر في هذا الإطار وإلا إذا يعني الحقيقة تتحمل تلك الدول التي تفهل تسريب الإرهابيين يعني تبعات المواقف المتكررة من ضربات وخطورة على العالم أجمع طيب برأيك دكتور جهان يعني ما ملامح الخطة التي يمكن أن يتم التوصل إليها في سياق هذا الاجتماع لمكافحة الإرهاب؟ لمكافحة الإرهاب أعتقد أن يكون هناك حلف ما بين هؤلاء الدول الخنسة على الأقل حاليا في مواجهة هذه الحدود بوضع سواء القوى العسكرية أو أيضا التعاون العسكري والمخابراتي أيضا حيث أنه يتم سد المنافذ على هؤلاء الجهديين ومحاربة أيضا الدول التي تسهل لهم تسريبهم من دول إلى أخرى يعني الحقيقة الوضعي ليس فقط متعلق بالمنطقة التي يمكن فيها الجهديين بقدر ما للأسف هناك الدول التي تسعى لتهريب هؤلاء وتسهل لهم عملياتهم في تسلل إلى دول الجوار فهذا الوضع خطر فلابد أن يكون هناك اتفاق موحد ما بين هؤلاء الدول وأيضا إلى محاربة الدول التي تسبب في تسلل هؤلاء الجهديين إلى الدول المجاورة للسواحل أو للدول الأخرى طيب فيما يتعلق بمسألة إنشاء التحالفات يعني حلف الساحل والصحراء يعني له دور له وجود كبير في هذه القضية برأيك ما الدور الإضافي الذي يمكن أن يطلب منه في الفترة القادمة؟ الدور الإضافي أنه يتم تحديد هويات الدول التي تسهل وتعمل جاهدة في تسهيل تسلل بعض هذه العناصر الجهدية للدول الأخرى في حيث أنه يتم أخذ يعني على الأقل عقوبات ضد هذه الدول لمنعها لا يعني يمكن يكون هناك رضع قوي جدا ليس فقط من فرنسا وليس فقط من هذه الدول لكن لا بد أن يطفى عليها الطريقة الشرعية الأممية مثل الأمم المتحدة وأن تكون بفرض عقوبات على هؤلاء الدول لأنهم الحقيقة هم أخطر على الدول الآمنة من الجهدين أنفسهم وطبعا تسهيلهم ده لهم دور كبير جدا في يعني الجرائم التي ترتكب هنا في أوروبا أو أيضا في منطقة الشرق الأوسط من تفجيرات ومن خلال طيب تحدثت دكتور جيهان عن الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذ تجاه هذه البلدان التي تتولى مسألة تصدير الإرهابيين برأيك ما أبرز الملامح التي يجب أن تكون لهذه الإجراءات العقوبية؟ أولا هناك عدة يعني الحقيقة عدة عقوبات قد تقتدي ليس فقط بالتعادل العسكري يعني يمكن العقوبات أيضا متحة في العقوبات الاقتصادية العقوبات التجارية هناك أيضا العديد من الحد وتحكيم هذه الدول التي تفع دائما إلى بس الخراب وبس التدمير في العالم أجمع يمكن أيضا تمنع من يعني تفضير الأسلحة أو تفضير الأسلحة لها هناك العديد من العقوبات التي لابد للعالم الدولي أيضا يتكاتف في حل هذه المسألة على سبيل المثال يعني لو أخذنا تركيا التي تنشر يعني الحقيقة يعني جنودها في كل مكان هذه الدولة معترف بها من الجميع وأصبحت الآن أصابع الاتهام تشار إليها بشكل مباشر سواء المجتمع الدولي أو سواء المجتمع العربي أو أجمع إنها فعلا هي التي تسهل دخول هؤلاء الإرهابيين أو الجاهدين إلى الدول العربية وطبعا هذا ليس فقط الدول العربية هي المسؤولة عن صد هجمات هذه الدولة لكن العبد وأن المجتمع الدولي أيضا يقف وقفة رجل واحد لمنع تصدير الأسلحة لهذه الدولة لمنع يعني 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 العقوبات الاقتصادية العقوبات التجارية وأيضا إذا اضطر الأمر أنها يعني تمنع من المميزات التي تحصل عليها يمكن الحقيقة ممكن يعني في اعتقاد الشخصي أن تخرج من أي حلف في أي مكان حيث لأنها الحقيقة تسبب دمارا شامل لمنطقة أجمع وليس فقط الدول العربية لكن هنا أيضا نخطها مستمر أيضا حتى ومستعد إلى أوروبا طيب دكتور جيهان يعني دعينا نعود إلى الداخل الفرنسي ربما وهنا يعني أتذكر أن ماكرون يواجه الكثير من الصعوبات على صعيد الداخل الفرنسي في هذه الفترة يعني إلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا الاجتماع أو هذه الخطوات التي يدعو إليها ماكرون على الداخل الفرنسي أو ربما على موقفه أمام الداخل الفرنسي هو الحقيقة الداخل الفرنسي فعلا زي ما حدثت تفضلت وتكرمت وتكرت أن فعلا الوضع الشائك هنا بفرنسي خاصة بعد موجة التظاهرات والإضرابات التي فعلا يمكن هذا قد ينعكس بعض الشئ سلبيا على الوضع هنا بفرنسي لأن الحقيقة هو دائما أبدا يسعى إلى التحيز إلى خارج البلاد يعني هما هنا المواطنين الفرنسيين يرون أنه من الأولى أن يحل مشكلاته الداخلية ثم يتواجه لكن أنا في وجهة نظري المتوضع أن الحقيقة الملفين يرتبطون ربط شدة ببعضهما لأن الحقيقة الأمن الداخلي لفرنسا أيضا وتكرار الهجمات وتكرار العملات الإرهابية التي حدثت من قبل وما زالت مستمرة بشكل سردي أيضا حتى الآن هي أيضا سبب وآخر في الحقيقة فرنسا خلق أزمات كبيرة هنا سواء على اتجاه الأمن وتواء أيضا على منطقة أصبحت فرنسا يعني طبعا هو ليس زم بالمهاجرين بما حدث في بلادهم لكن يعني أعتقد أن ماكرون إذا ما تم حصول على استقرار البلاد المجاورة وذهب اللاجئين الذين الموجودين في فرنسا إلى بلادهم أعتقد أنه سوف يخاف في العب شيئا فشيئا عن الأعباء الاقتصادية التي تتوجهها فرنسا يمكن يحدث انتراجها في هذا الموضوع يعني الحقيقة الملفين مرتبة أكثر يعني صحيح إذن أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة جهان جاذو عضو مجلس الحي بفرساي على كل هذه التفاصيل